إذن مشاهدين موضوع النفط بليبيا مازال يشكل نقطة أساسية سواء بالصراع أو حتى بالمحادثات السياسية الجارية بين كل هذه الدول اليوم ببرلين معظم حقول النفط الليبية التي هي الأهم ومن الأهم في المنطقة ككل تقع في مناطق تخضع لسيطرة الجيش الوطني الليبي فالجيش الوطني الليبي وبعد معارك كنا قد شهدناها يسيطر على حقول الجنوب ومنها ما نرى في هذا العرض أي حقل الشرارة وكذلك أيضا حقل الفيل وهما حقلان يعملان بصورة متقطعة وذلك بسبب مشاكل لوجستية أما حكومة الوفاق فهي تسيطر بالغرب وتحديدا على ميناء الزاوية ومجمع مليتا النفطي وتسيطر مليشيات متحالفة مع الوفاق على حقل الحمادة الذي نشهده على الخارطة وهو هذا الحقل الذي يقع جنوب العاصمة طرابلس منطقة الهلال النفطي قرب من غازي بالشمال الشرقي لليبيا هي تعتبر أكبر منطقة للإنتاج النفطي الليبي وهي تضم حقول النفط التي تشكل نحو 60% من صادرات النفط طبعا صادرات البلاد ككل كما تضم هي بدورها موانئ الزويتينة وكذلك أيضا البريغا والسدرة ورأس لانوف التي نشهدها على الخارطة حيث يعتبر الميناء الأخيران السدرة ورأس لانوف من أكبر موانئ تصدير النفط بالشرق الأوسط أما إغلاق موانئ الزويتينة وسدرة ورأس لانوف والبريغا بالشرق فقد يتسبب بخفض الإنتاج إلى 500 ألف برميل فقط